السلام عليكم وسط كومة من الأزبال والقاذرات النتينة وفي ظروف بيئية سيئة يعيش أهالي منطقة الجاير في كربلاء منذ سنوات ويعد المبزل الذي يتوسط المنطقة مستنقعا مليئا بالقمامة والمياه الأسينة كما يعد مسكنا لشتى أنواع المايكروبات والطفيليات التي تسبب للسكان أنواعا من الأمراض المألوفة وغير المألوفة بالإضافة إلى حصده أرواح المرة من الأطفال والنساء وكبار السن وعلى الرغم من الشكاوى المتواصلة من الأهالي للدوائر المعنية إلا أنها لم تجد لها صدى ولا يزال البزل يتوسط البيوت حاملا على أكتافه أطنانا من النفايات في تحدي صارخ لكل القيم الإنسانية الأهالي اتهموا الحكومة المحلية بالفساد حيث أنهم يعيشون ومنذ 14 عاما في هذا المكان وأن العديد منهم لقوا حتفهم نتيجة سقوطهم بداخله هذا البزل صالة 14 سنة ماك واحد شريف وعد غيرة ويجي ويسوينا شرط البزل يطلونا وعود تجي الانتخابات وتجي الانتخابات وننتخيب ومادري شنو تالي يطلعونا اثنين منين ما منين من الحضرة ومن المقاول وبناتهم خليسونا حل محافظة كربلاء زين الله خلي خلي حسبونها بولدهم بنسوانهم زين خلي تفتون الجاهلهم هاي الجاهل 3 راحة بتشاير مرضى والله مرضى باش يزول على حسب الله هو نعم الوكيل حسب الله هو النعم الوكيل من كل على كل وكل واحد قده سلطة هنا وكربلاء خاصة المحافظة كربلاء واللعيب واللعيب على كل ظالم يجي الكربلاء هنا يرئيس يصير رئيس او يصير محافظ او يصير مسؤول على كربلاء او ما يفكر بهاي العالم انا اقول خلي يباعون الجهالهم زين ويباعون نسوانهم اللاعدهم غيرة زين كل من وغيرته خلي خلصونا شراطة تشاير كافي كافي كالناسات عيب ترى عيب بالله عيب يا حكومة هاي تروح شوفوا دول العالم ما يسمون احنا بلد البترول يا بترول كل بس يبوقون وما يلحقون ريد هسه نظافة ريد ريدوا التعديلات في هالبلد هذي هاي مهاي مدينة مقدسة كربلاء هاي هاي الناس تجيوا والله العظيم مرة ايجي ايران يقول له حسين اه هناك بايران نسوي القاعدة هذي اللي يش احنا يشي الناس عيب علينا يمشوا لحاطين الكمامات على وجوم ولا المحافظ هاي اتشم مرة طلعنا تظاهرة اتشم مرة على موت هذا البزن يحطوا اللافتات وراح نسوي وراح وكل شما يواعدونه الا الزوج هو طيب يالله ينضطي السلفة ليش هاي باذا هذا البزن في 5 سنة صار لحسن هاي صار لسنين هاذا هاي احنا من من الساق الفين واربع لحد الان انا نشوف هاذا البزن احنا جينا هنا بتشاير يعني لا متى يعني ما يسمعون الدولة ما تسمع وين هاي لعدكوس هاي الحكومة وين هذا حتى مناظفين ما في يعني ما يصري خلي باعون وقالت العتبة احنا نسوي ودقوا لافتات والعتبة صار اختلاف وين الحكومة وين المحافظة على موشنوا قيعان ماطاهم قيعان وين على الحزام الأخضر عود العتبة تأخذهن ويجون يسوون البزل لغلفه يعني شلون مو يعني من فلوس من العتبة عود من الحكومة تبطين البزل وبحسب السكان أنفسهم تمت إحالته إلى أحدى الشركات المحلية التي توقفت عن العمل فيه بسبب عدم وجود دعم مادي من الحكومة المحلية التي طلبت الشركة المنفذة بالتنازل عن المشروع حتى يتم إكماله من قبل العتبة الحسينية إلا أن الموضوع بأكمله طواه النسيان البزل تسبب أيضا بحوادث كثيرة للسيارات وتحول إلى مصدر لانبعاث الغازات السامة المسببة للأمراض والأوبئة ومكب للنفايات وتعد هذه المنطقة منكوبة بسبب تلوث بيئتها الخطرة صحيا حيث يشار إلى أن منطقة الجاير لا تبعد إلا بضع مئات من الأمتار عن مبنى الحكومة المحلية وهي من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية فهل ستجد شكاوى أهالي هذه المنطقة آذانا صاغية وهل ستنتهي مأساتهم؟